أهلا بكم مشاهدين في جولة جديدة من الآن نقف فيها على مجريات وتطورات الأمور بدايتها محلياً حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم تعديل ساعة ربيع منتجات البنزين بأنواع الثلاثة اعتباراً من ساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي وجاءت أسعار منتجات البنزين كالآتي بـ 6.50 جنيه للتر للبنزين 80 و 7 جنيهات و 75 قرشاً للتر البنزين 92 8 جنيهات و 75 قرشاً للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع الصلار عند 6 جنيهات و 75 قرشاً للتر وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن وأشارت وزارة البترول إلى أن لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خامبرنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يناير لمارس 2021 ولدين يعتبر أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إيطاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء وتكليف الأخرى